لو ملاحظين زي ما تكلمنا معاكم هنا في البرنامج خلال الايام اللي فاتت ان السيسي مختفي تماما لانه حلاوة شمسنا وخفة ضلنا ده الجو عندنا ربيع طول السنة ومش بيطلع بتصريحات غالبا كده بيغزي العين عشان الحسد لان العين وحشة والعين تفلق الحجر فبيغزي العين كده بحطة اجتماع صغير يعمله كده تليفون لحد من القلضيش خبر نازل توجهات اي حاجة بس عشان ايه الناس الحسودة الحقودة اللي زي حالتي كده اللي بيحازدينه هو قاعد ستين يوم في المصيف سلفات قاعد ستين يوم واختفى تماما لانه البحر انت عارف انت عارف الرجل بيشتغل طول السنة بيشتغل ايه بيعب الشمس في ازايز فما فيش اي حاجة ده تعب فالملاحظ برضو ان السيسي صدر لنا مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ما هو اداله تفويض عشان اطلع المصيف ولا استقناق بان هو بيقعد في المصيف مين هي راجع وراه والفكر السيسي عاية لهم حاجة لأ خالص دلوقتي زمانه قاعد دلوقتي بلالين بقى وبومب ودارب وبتاع واعتفالات في العالمين ده الدنيا تمام يعني كل شوية مصفى مدبولي يطلع عامل مؤتمر صحفي منين من مدينة العالمين برضو اللي بقى تل المقر الصيفي لحكم السيسي ووزراءه النهاردة سي مدبولي طلع اقال شوية تصريحات لوزي العنب بس الحقيقة تصريحات مقلقة شوية وتحرك لك او تعرفك الوضع البهيمي الكارثي اللي ملوش ملامح اللي احنا عايشين فيه وتقولي البهايم اللي لسه عندهم امل وعمر ان المستقبل غامض والبلد داخل على نفق اسود مش هانا اللي هقول انا عايز اقولك حالة تعال خد اقولك خد اقولك انت امك لما كنت تيجي تقولها انا عايز فلوس الدرس كانت تقولك ايه معيناش يا ابني والله ده احنا النهاردة معانا بكرة مش ضمنين فاكر الجملة دي بزمتك ودينك امك ما قالت هلكش ابوك ما قالهلكش عمك ما قالهلكش ما قالكش احنا مش ضمنين بكرة في ايه صح الجملة دي هي عنوان الفقر تخيل الجملة دي تطلع بقى مش من ابوك ولا امك ولا من عمك تطلع من رئيس الوزراء رئيس الحكومة السامد بولي وصالح المواطين احنا مش ضمنين بكرة يحصل ايه ها 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 ايه لا 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 شاولوك الهم يا دارش بادري حدة وتعقيد المشهد السياسي في الشرق الاوسط يتصاعد وارد وارد تحصل صدمات اخرى تؤدي العديد من مشاكل والتعقدات او المشاكل كلنا في حالة عدم يقين من تطورات الازمة والامر حاج عاش عارف بكرة يحصل ايه التطورات واردود الفعل المحتملة وتدعاية ذلك على المنطقة نتخوف من تساع النزاع والصراع على مستوى اقسم بالله العظيم ربنا يحاسبني على الكلمتين اللي هقولهم دول انا متأكد ان المصطفى المدبولي والسيسي دايرين يدعوا ربنا ويولعوا شامع المقام الست مواشم عشان يحصل حدا في الدنيا عارف ليه عشان يعلقوا عليها الفاشل ياكش ربنا يبتالي المنطقة بمصيبات يا مصطفى تبقى لوز العنب مصطفى يقول له ايوة حاجة كده زي كورونا حاجة كده زي حرب غزة نعلق بقى عليها اه نستقول لك يا مصطفى ايه بقى تشكر الجماعة الحسين ليه يا رئيس ما هم عطلوا الملاحة فاحنا معلقين بقى على انه البتاع انخفض والد قناة السوس انخفض اما ليه شغل دماغك يا مصطفى شغل دماغك اشكلونا الجماعة الحسين اوي ادعي ربنا بس وخلي الست الوالدة الحاجة تدعي ان تحصل مشكلة زلزال حرب اقليمية وباء عالمي عشان بس ايه نلاقي اي حاجة ندارى وراها الاخ مصطفى قاعد يقولك احنا مش عارفين بكرة فيه ايه يعني من الاخر كده حضرات مصطفى بيقولكوا استعدوا للأسوء اللي قادم احنا ما نعرفش بكرة فيه احنا مش مغسلين وضمنين جنة بالله عليك عمرك سمعتها من حد جايش تغل وما انا جايبك ليه ما انا جايبك عشان حضرتك تحط خطط وتحط دراسات وتحط خطط لما قد يحدث ما هي دي شغلة الدول على فكرة يعني انك انت تتحول لخالة الحاجة دي مش شغلتك دي شغلة خالة الحاجة فسيب خالة الحاجة فيها انما شغلتك انت انت جاي المكان ده اشتغلي ايه انت جاي اشتغلي تحط خطط ماذا لو حصل كذا يا راجل ده المبنى اللي احنا فيه ده كنتان على الهوى من كم شعر كده وضرب صفارة الانذار حريقة قالك لا لما يعملوا بروفا ليه عشان لو حصل حريقة ضرب الانذار على الهوى والناس سمعته نزلنا تاعة قالك الناس كلها في الشارع ليه يا جماعة في حاجة يعني قال لقى دي بروفا كده عشان ايه لو حصل حريقة يعملوا اخلاق سريع هي دي شغلة الناس اللي بتيجي تتوالي المسئوليات ان انت بتحط خطط ليه ما قد يحدث ممكن تحصل ازمة عالمية البورصات تقع العقارات تقع المش عارفة يقع وبقى عالمي فحضرتك جاي تعمل كده بقى انما احنا دولة عايمة على وش الميا اه اتدلع يا رشيدي على وش الميا سب شعري ويمسك ايدي اما امش ايدي خلاه مسك شعرها واحد ماشي مع واحد يمسك شعرها ليه قالته كده اتدلع يا رشيدي على وش الميا سب شعري ويمسك ايدي على وش المية برضو وانتو نازلين ليه المية ما تمشوا في البر لا خطط ولا دراسات ولا نعرف اي حاجة ان ادارة الدول عشان يديرها ناس زي السيسي كده وما تبولي شلة العسكر ملهاش غير ايه احنا مش ضمنين بكرة في ايه احنا جمهورية من جمهورية الموز يا حضرات احنا مش منتعلم من اخطأنا ومنقرارها تاني هي هي مش مرة مرة واربعة وخمسة بنستلف بنتلسع من نفس السلطانية الشربة يسمع سلطانية وبنتلسع منها وبنحب نتلسع ايه رأيك بقى على رأي سعيد صالح هشده يلسعني يعني لما رئيس الوزراء يطلع يقول في مؤتمر صحفي ان سقر الدولار ارتفع بسبب خروج الاموال السخنة يوم الاثنين اللي فات اللي اطلقوا عليه الاثنين الاسود بسبب ان فيه ازمة مالية عالمية فالناس اللي كانت عندنا اموال ديها سخنة سحبتها فيطلع يقولك ان ارتفاع الدولار في مصر سببه خروج بعض الاموال السخنة اسمع الاموال اللي خرجت تم اتاحتها من السوق ومن السيولة الموجودة بعيدا تماما عن الاحتياطيات الخاصة بالمنك المركزي فبالتالي تبقى للعرض والطلب اللي الرقم زاد واحنا ما عندناش اي تخوف من هذا الموضوع فحصلت بعض الزيادات اللي موجودة حصلت في سعر صرف الدولار لو المصحف ما ده كلام اللي قلنا بالزبط ان انت رجعته الاموال السخن تاني وان كلام محمد معيت والله احمد معيت الاولاني وزير المالية اللي قالك تعلمنا الدرس كلام فارغ هلك تعلمنا الدرس ثلاث مرات جاء وزير مالية جديد بيعمل نفس الدرس وده اللي قال الدكتور محمود وهبا لما كان معانا قال ان في اموال سخنة لسه موجودة في مصر حسب بعد التقارير انت اخذت الريدي دلوقتي وانا بكلمك كم عندك في البلد 35 مليار دولار مال ساخن وفي بعض الارقام انه 55 مليار دولار مال ساخن ودول اللي جئين ياخدوا فايدة ويخرجوا دول بياخدوا فايدة فاحشة يعني كلمة الريبة دي يعرفها اي حد متخصص انما فايدة غير معاولة من اعلى الفوائد في العالم وده اللي قال عنه وزير المالية مش هنلعف الفايدة مش هنلعف الاموال الساخنة التاني وحنا تعلمنا الدرس وزير المالية قال الكلام ده وبعدين مباشرة لو انت لاحظت اتغير محافظ البنك المركزي محافظ البنك المركزي اللي جه من سنتين ده لم يتخذ قرارا واحدا بدون ما ينشي العينه عن موضوع المال الساخن بالنسبة لي المال الساخن هو الهدف الاساس ونظم البلد في كل احوالها عشان المال الساخن بينما وزير المالية اعترض انما ما روز صوت هو ما بتعملش مش هو اللي بتعمل في المال الساخن اللي بتعمل فيه البنك المركزي قلتك انا اتعلمت اربع مرات ان انا لا اعتمد على المال الساخن هتلاقي الفيديو ده موجود بتاع وزير المالية وبيقول احنا تعلمنا كان مع عمر قديم قال احنا تعلمنا وتعلمنا خدنا الدرس ومشان انكرر تجربة المال الساخن تاني حضرتك بتقولي دلوقتي حضرتك بتقولي دلوقتي فيه مال الساخن في مصر يقدر بخمسة دلاتين مليار طيب مش هاي دي الاموال الساخنة يا دكتور مصطفى اللي قلته مش هنهوه بناحيتها تاني وقلته احنا تعلمنا الدرس ومش هنعمل الغلطة دي تاني ايه اللي رجعكوا تعملوها وتعملوها للمرة الخمسة عشان كده الجنيه راح في الوبا يعني راح فانتظروا العام الجاية الدولار يعلى اكتر واكتر في ناس منتظرة كده في ناس بتقول كده الجنيه سعر الدولار النهاردة في العقود الاجلة بقى سعره 58 جنيه في العقود الاجلة الدولار يتقطت 58 جنيه في العقود الاجلة اجل عام يعني الناس اللي عامل عقود دلوقتي تستحق بعد سنة حسب الدولار على 58 اهو مش انا يابير جعوا للموقع ده انا مالي انا ايه دخلني في الاقتصاد يابير برضو اسعار الدهب زادت برضو بعد ما زاد سعر الدولار زي بيقول الخبر اهو ارتفاع من الحزن اسعار الدهب في مصر وعيار 21 يصلها والنبي يقول لي كده اصل لكم انا الراجل بتاع الدهب بطل يبعاتلي ربنا يسطر عليه اه سعر الدهب في السوق المحلية مستويات 3390 جنيه للجرام على وتك ومع ارتفاع سعر الدولار في السوق المصري فيه سلع كتير جدا وخدمات زادت سعرها زي ما عملت النهاردة شركات النقل الزكي انا معرفش فيه نقل زكي ونقل غبي يعني ولا ايه احنا بنسمي الاسماء دي ازاي يعني ايه النقل الزكي انا نزل ركب النقل الغبي يعني زعلت من النقل الزكي فاركب النقل المتخلف اللي هو ايه العرباء الكارو النقل الزكي النهاردة رفع اسعاره للمرة التانية خلال خمس شهور الخبر او روسيا اليوم اوبر مصر شركات النقل الزكي ترفع الاسعار للمرة التانية في غضون خمس شهور زيادة تعريفة المواصلات في حدود عشرة في المية من ضمن القطاعات برضو اللي اتأثرت بشدة بسبب ازمة الدوار كان قطاع الادوية اللي بلده لازال فيه نقص جديد الخبر في مصر اليوم ازمة نقص الادوية غياب واحد وتمانين صنف لامراض الضغط والسكر والهيئة تضع الحل مفيش حل يا بي يا بي فيه حتان شغالين تصدير الادوية المصرية انا الراجل مبارح اخونا الكويتي بعتلي الله يكريمه والله والله وانا بحييه على الهوى النهاردة بعتلي النهاردة تسجيلات صوتية طبعا ما قدرش ازيعها يعني وقال لي وكلاء الادوية اربعة خمسة الهاجري والمطوع والغانم والعيسي ولا حد يقدر يدخل بينهم ولا حد يقدر يدخل بينهم وقال لي عندنا بيتم تدول خلف الكواليس النهاية الاستثمار الكويتية تتفاوض مع الحكومة المصرية على شطراء فندق سوفيتيل الجزيرة بثلاثمائة وخمسين مليون دولار ما هو الكويت ليها ديون عندنا زي بيت الخليج بيقول لي هو فيما يعني الناس بتقول عندهم في الكويت انه الحكومة الكويتية هيئة الاستثمار الكويتية بتتفاوض على شراء فندق سوفيتيل الجزيرة بثلاثمائة وخمسين مليون دولار ايه سوفيتيل الجزيرة ده انا مش فاكر الفندق ده ده اللي قالهولي وقال لي يعني ان الصيدليات اللي تكلم عنها مبارح رايل دي اللي مو صحيح هم شغالين بغطاء تجار أدوية الكويتيين وعلى فكرة كل صيدلة شغالين فيها مسيحيين احنا ككويتيين عارفين بعضنا ان الكنيسة عاملة استثمار في البزنس في بزنس الأدوية وبتصدر برا وعشان شركات الأدوية ما تزعرش طبعا فيه بيعا حيتان كبار يعني قالت لها هل تلاقي السيسي قال لهم ارفع الأسعار براحتكم ولا يهمكم انما هل ده يحل الأزمة ده التساؤل اللي طرحه موقع الحرة بعد رفع الأسعار هل تنتهي أزمة نقص الدواء لكن سيادة الليواء فاكرين الليواء بهاء اللي السيسي يمسكوا الهيئة الموحدة لشراء الأدوية هل قلت لكم ان بهاء ده حرام كبير وان الناس كلها الناس بتقول علي حرام كبير اللي هو بهاء بتاع القوات المسلحة شايف انه مفيش أزمة ومعندناش عيان بيبات من غير عشاء سوري قصد من غير دواء تخيل ما هو فيه عياء محدش عندنا بيبات من غير عشاء مفيش في مريض في مصر جاله يوم مسلا مش لقي الدواء بتاعه انت كذاب وكل كلامك كنت قسما بالله العظيم أنا جاني رسائل على قوة مبارح على دواء على أدوية بالإسم بالإسم ياريت الناس باعتاري تاني كل مريض في مصر خد الدواء بتاعه خدته؟ انتو خدته؟ خدت الدواء؟ خدت؟ تم تقول نخبل إيه؟ كل مريض خد الدواء طب الجادة عن بارح اللي كان بيحكي لي عنه نزل دور على الدواء بتاعه والأنسلين أخبره إيه؟ أما إنما المشكلة أوقات بيجيبوه بصورة صعبة لأن الكل بيتكالب بسبب فكر الأزمة يا ولا راح تطلع صفحة ما تصدقش هايتك وما تصدقش قالت لك ما تصدقش يعني انت كذاب ونص كلامك كد أنا بس لو لو الناس تصح صح رغم كل الارتفاعات في الأسعار اللي الشعب كله حاسس بيها والشعب هو اللي كابش النار بإيده لكن الأرقام الرسمية اللي طلعت النهاردة من الجهاز المركزي للتعباء والحصاء بتقول إن التدخم تراجع في شهر يوليو تخيل؟ هاو التدخم تراجع إلى خمسة عشرين احلب بالله ولا احلب بسماع وبترابها أنا عجباني الصورة مش عجبني الكلام أنا عجباني الصورة جدا ثلاثة تدوار من العيش على عجلة الود ده أجدعان قسما بالله العظيم على فكرة غالبا المبنى ده مبنى وزارة الأوقاف في باب اللوق المبنى اللي وراء ده مبنى وزارة الأوقاف في باب اللوق أخبار الدفلون إيه وأدوية الحديد يا دكتور ست اللوز قناة العربية تكلمت عن السبب ورقتها راجع التدخم وقالت إنه راجع لسحب السيولة من السوق إحنا تكلمنا عنها خيالين اللي فاتت واللي وصلت لأكتر من 2 تريليون جنيه اللي وزير المالية زيعل لما سندوق النقد كشف عن القصة دي وقال لك سحب السيولة سندوقت قمص منها وقال ما يصحش سندوقتها أهو ثري واي للعربية خطة سحب السيولة نجحت في خفض التدخم في مصر مش إحنا اللي قلنا في النهاية حضراتي اللي بيستأثر بكل ده هو المواطن المصري العادي البسيط اللي السيسي ده هو قاعد دلوقتي في السحل الشمالي البلاج هناك يا جماعة وطبعا ده إيش طبخين وإيش ما هو أصلا أصلا والله كبرت يا كوز وبقالك ودن بعد ما كان الشق في الرجلين يدخل تعبين بقى هنا بنلبس بقى وطبخين ونعمل لوكوا على الغداء لا والله هو لسه في غداء ده لسه الفطار والله الحاجات دي المواطن اللي جاي ده بيقولك طبقة الجيع ظهرت اسمعوا كده ما الحكومة كل حاجة بتعملها بالنسبة لها ارفع سعر البنزين عدل الدرائب هات هات من المواطن طب هي كحكومة تقولنا ووظيفتها ايه بس احنا كده قلبنا حكومة جباية نرفع الدعم عن البنزين ونطلع بعض الصحف الموالية لأي من يكم مين هو تطلع تقولك احنا قل سعر في العالم طب يا زاكي يا أبو المفهومية لما تيجي سيادتك تكرر ان احنا افضل ناس في العالم واقل سعر بتقارن على اي اساس قرنت سعر الدخل بتاع المواطن برا لدخل المواطن اللي هنا شوفت الفرق ما بين دخله هناك ودخله هنا لما تيجي نتكلم على سعر الرز هنا اللي وصل 35 جنيه وزي الزفت هو ده دخل لما هنا المواحد على المعاش بياخد 1015 وياخد 2000 جنيه لما موظف شايا انت عمان بيطلع عن اهله طول الشهر عشان فاطر 2000-3000 جنيه يأكل ويشرب من ايه يدفع ايجار من ايه يتعالج من ايه يأكل ان انا عشان روح اي شغل اخد بس الباص 12 جنيه رايح و12 جنيه جاي 24 جنيه انا بكرت ولا شربت يعي انت بتكلمني بس فهم واصلات وانت فالات انت كلمتني في 1000 جنيه في الشخص يأكل واشرب من ايه رب الاسرة اللي عنده عيان يأكل ويشرب ويعلم من ايه مفيش كلام يتقال طب الناس تعمل ايه بس سببا بالله الناس بيتمشى بالكلم نفسها في الشارع الناس بيش عارفة تعمل ايه يأكل ويشرب ولا يعالج ولا يدفع ايجار سكن ولا يدفع كهربا اللي زادت ولا يدفع ميا اللي زادت ولا يدفع غاز اللي زادت ولا يروح شغله يعمل ايه اه وبعد كده نشتكي ارتفاع نسبة البلطجة ارتفاع نسبة معدل الجريمة وده من ايه اولا للدرجات احنا بيعرفش نعمل اي حاجة في البلد مفيش وزير واحد ربنا كارمون قدر يطلع علينا باي فكرة للتطوير يعني انا بش فاهم والله العظيم انا ما بقيت فاهم ولا الناس بقيت فاهم حاجة احنا كده بقينا طبقة الجياع بتقول له فاكتر الناس الناس طفح بها الجياع وهو قاعد في السحر الشمالي وهو هناك في العالي هل رايش ست شدية مع سرع زفار هناك العالي اي مكان صحرا كان او بستان